في العام 1930 ميلادية فتح عينيه على قبة الإمام الرضافي خراسان طفل من ذرية الحسين الأصغر بن الإمام زين العابدي ومن أحفاد الفيلسوف الكبير صاحب كتاب القبسات الأمير محمد باقر الداماد المتوفى في منطقة ذي الكفل بالحلة والمدفون في النجفي قبل ثلاثمائة سنة من ولادة حفيده وبرعاية والده السيد محمد باقر السستاني بدأ بتعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم في سن الخامسة في السنة ذاتها أمر شاه إيران رضا بهلوي بمنع النساء من ارتداء الحجاب في عموم البلاد وقال من الآن لن يضحك الغرب علينا وأخذ رجال الأمن ينزعون الحجاب عن النساء في الشوارع فضج العلماء والجماهير واعتصموا في مسجد جوهر شاد الملاصق لصحن الإمام رضا فأغلقت قوات الشاه أبواب الصحن وفتحت النار على المعتصمين مخالفة 1600 شهيد في مجزرة مروعة لم تشهد لها خراسان مثيلة العقد الثاني في سن الحادية عشر وضع الفتى قدمه على سلم العلوم الحوزوية وارتقى في مدة وجيزة من مرحلة المقدمات إلى السطوح ثم البحث الخارج وفي مراحل شبابه الأولى حضر درس المعارف الإلهية لدى آية الله الشيخ مهدي الأصفهاني والبحث الخارج لدى الشيخ مهدي الآشتياني والمرزى هاشم القزويني وفي سن الثامنة عشرة كان عطش العلم يزداد في نفسه فشد الرحال إلى مدينة قم مجاورا لقبر السيدة المعصومة وملازما لدرس الفقيه السيد محمد الحجة القوهجمري والمرجع الكبير السيد حسين البروجردي لمدة عامين كاملين العقد الثالث كربلاء المقدسة في الزيارة الأربعينية دخل العراق للمرة الأولى طالب البحث الخارج ذو الواحد والعشرين عاما القادم من خراسان الذي سيصبح مرجع الطائفة الأعلى بعد ذلك بخمس وأربعين سنة بعد زيارة جده الحسين توجه إلى النجف حيث جوار الإمام علي وأعمق حلقات البحث التي يقصدها طلاب العلم من أطراف العالم وسكن المسافر الغريب في حجرة صغيرة بمدرسة البخاراء في محلة لحوش وجد ضالته في درس أستاذين من أسادذة النجف وهما الآيتان السيد أبو القاسم الخوئي والشيخ حسين الحلي فلازمهما لعشرة أعوام كما حضر بحث زعيم الشيعة في عصره السيد محسن الحكيم ذلك العقد شهد صراعات سياسية كالإطاحة بالحكم الملكي وتولي عبد الكريم قاسم للحكم الجمهوري وصراعات سياسية بين الدول العربية أهمها الصراع بين قاسم وعبد الناصر وصراعات ثقافية كصعود المد الشيوعي والمواجهة الفكرية بين الحوزة العلمية والتيارات الإلحادية وينقل أن السيد ابن العشرينات قرأ في تلك الفترة عشرات الكتب حول الفكر الماركسي أضاف التلميذ إلى تحصيله العلمي نمطاً عالياً من الزهد وتهذيب النفس لم يعرف الشاب في حياته غير بيوت الإيجار الصغيرة تشاركه في ذلك زوجته التي غمرتها روحية زوجها وإثاره منذ الأسبوع الأول لحياتهم الزوجية حيث توسستاني سجادة البيت الوحيدة وعطاها لصديقه الذي ينقصه الأثاث في ليلة زفافه هو الآخر تلك الزوجة هي حفيدة المرجع الأعلى في عصره نزيل سام الراء السيد محمد حسن الشيرازي صاحب ثورة التنباك وكان الشيرازي أستاذاً لعالم مشهد السيد علي الجد الأدنى للسيد علي السستاني يقول السيد في إحدى رسائله لقد وضعت سيرة كبار علمائنا الماضين كالمقدس الأردبيلي والشيخ الأنصاري والشيخ رضا الهمداني قدس الله أسرارهم على الدوام نصب عيني وكنت معتقداً بشدة أن تجنب الرفاهية في العيش ليس أمراً مختصاً بمراجع التقليد فقط بل هو كذلك أمر هام وضروري لكافة طلاب العلم بعد سنوات المثابرة عاكفاً بجوار أمير المؤمنين نال مناه وحاز مبتغاه وشهد له أساتذته ببلوغ درجة الإجتهاد وأصبح الطالب الحسيني ذو الواحد والثلاثين عاماً يعرف منذ اليوم الأول بآية الله السيد علي السستاني الذي يحرم عليه تقليد غير ويجب عليه العمل بما يراه صحيحاً بحسب الأدلة الشرعية غوص آية الله في الأمور العلمية لم يحجبه عن متابعة الأحداث العامة انقلب عبد السلام عارف وضباطه على قاسم وأعدموه في دار الإذاعة والتلفزيون ولم تمر خمس سنوات حتى انقلب البعثيون على عبد الرحمن عارف كان البلد متأثراً بصراعات الحرب الباردة بين المعسكر السوفيتي والمعسكر الأمريكي وكل طرف يحرك أذرعه في العراق وبدقة بالغة كان آية الله يتابع كيف تفكر الجماهير ومن يحرك الرأي العام وكيف يصاغ العقل الجمعي للمجتمع العراقي وبدقة مماثلة كان يتابع الحرب العربية ضد الصهاينة في عام سبعة وستين والفرق بين الخطابات والمواقف الحقيقية للدول العربية مع نبوغه العلمي كان آية الله يلقي بحثه الخارج بنوع من التجديد والربط بين العلوم الحوزوية والفكر المعاصر ينقل بعض طلبته بأنه عند بحث مسائل البيع وخيارات فسخ العقد كان يراجع القانون الفرنسي والقانون المصري لواكب طرح النظريات المعاصرة وكان مقتدراً في استعراض المباني العلمية للمدارس الثلاث التي تربى فيها مدرسة مشهد وشيخها الأصفهاني ومدرسة قم وسيدها البروجردي ومدرسة النجف وأستاذيها الخوئي والحلي وكما قال الإمام علي الأيام تفيد التجارب استمرت الأحداث في العراق والعالم فتراكمت خبرة آية الله في لبنان لعبت السياسة على وتر الطائفية فأشعلت الحرب الأهلية شاهد السيد تلك الحرب وهي تحرق الأخضر واليابس على مدى خمس عشرة سنة إنها نار المذهبية التي يعرف استستاني معناها وسيقدر له بعد ثلاثين سنة من حرب لبنان أن يخمدها بعباءته في العراق كلما حاول السماسرة إشعالها بنهاية هذا العقد حدث أحد أبرز المتغيرات في الشرق الأوسط بسقوط حكم الشاه محمد رضا بهلوي وإعلان الجمهورية الإسلامية في إيران بقيادة السيد الخميني وسرعان ما أصبح شرطي الخليج على الضفة الأخرى من شط العرب وقامت الحرب أمام الدعم الدولي المطلق الذي حظيت به سلطة البعث كان ثمن الاستقلال في التصرف والقرار باهضا جدا وكانت حوزة النجف مخيرة بين الإنحناء والإفتاء على هوى الحاكم أو الاستئصال والإبادة وعندما عجز النظام عن انتزاع كلمة مهادنة واحدة استهدف الحوزة على ثلاثة أنحاء أولا نفي طاقاتها العلمية فعمل على تسفير لمئات من طلبة السيد الخوئي غير العراقيين وبعضهم من المجتهدين كالآيتين السيد محمد الروحاني والشيخ جوال التبريزي ونال التسفير طلاب السيد السستاني وكاد أن يناله أيضا لأكثر من مرة ثانيا إفراغها من قيمتها المعنوية بنشر الإشاعات والأكاذيب عن العلماء بطرق مختلفة قبل أن تظهر مواقع الإنترنت في هذا الزمان وتصبح المهمة أسهل بكثير ثالثا التصفية الجسدية وعلى مدى سنوات هدمت مدارس ومساجد عريقة ونزفت دماء المجتهدين من علماء النجف عوائل أوشكت على الإبادة وقافلة من المعذبين في قعر السجون وجراح لا يعرف عنها جيلنا المعاصر سيكون لها مشهد عظيم في يوم القيامة آية الله السيد علاء الدين بحر العلوم وثلاثة من أولاده آية الله السيد جعفر بحر العلوم مع ولديه وثلاثة من إخوته آية الله السيد محمد باقر الصدر وأخته العلوية آية الله السيد عبد الصاحب الحكيم وسبعة وأربعون من السادة والعلويات آذي الحكيم آية الله الشيخ محمد تقل جواهر النجفي آية الله السيد مرتضى الخلخالي مع ولده وثلاثة من أحفاده آية الله السيد محمد تقل جلال الكربلاء آية الله الشيخ أحمد الأنصاري آية الله السيد نصر الله المستمت كثيرونهم لا يعرف لهم قبر حتى اليوم كان كل فرد منهم مشروعا بنفسه وما زالت الحوزة تعاني من فقدهم حتى الآن وينتظرها عمل دؤوب لتعوض هذه الخسارة الفادخة وبعد فشل السلطة في إخراج السيد الخوئي من صمته ومقاومته استهدفت حياته شخصيا ونجى بعجوبة من هجوم بالقنابل اليدوية فألح عليه المحبون لمغادرة العراق وكان خروج المرجع الأعلى يعني نهاية الوجود الرسمي لحوزة النجف فقال لن أخرج من العراق ولن أدع أحدا يقول كانت هناك حوزة في النجف بناها الطوسي وهدمها الخوئي أصيب السيد الخوئي بوعكة صحية فغاب عن صلاة الجماعة في مسجد الخضراء وخشي أن يفهم غيابه من قبل السلطة كحالة ضعف أو تراجع أو يبادر النظام لسد الفراغ بأحد وعاض الصلاطين فطلب من تلميذه السستاني أي أم المصلين في المسجد فامتنع السيد السستاني زهدا بمقامات الرئاسة الدينية إلا أن الأستاذ كرر طلبه ومع ضرورة تسد الفراغ بأسرع وقت لم يتأخر في أداء واجبه ووقف آية الله إماما في جامع الخضراء العقد السابع ما لبث صدام أن دخل في حرب جديدة بغزو الكويت ثم قمع الانتفاضة الشعبانية وكان لابد من حفظ الأمن وتجنب الفوضى وتنظيم أمور المجتمع فأصدر السيد الخوئي بيانا لتشكيل لجنة تشرف على الأوضاع سرعان ما تبدل الموقف الأمريكي وعاد النظام ليمارس أقسى حملة انتقام جماعي شهدها العراق تحت غطاء طيران التحالف الذي كان قبل أيام قليلة يضرب آليات النظام اعتقل السيد الخوئي وأغلب طلبته وتعارض السيد السستاني للتعذيب الوحشي في فندق السلام بالنجف ثم معسكر الرزازة ثم معتقد رضوانية في محاولة لكسر شوكته توفي السيد الخوئي ومنع النظام تشييعه كما رصدت عيون أجهزة المخابرات كلما جرى يوم دفنه ولجأ مقلدوه إلى علماء النجف ليحددوا موقفهم فأرجعهم كبار الفقهاء كآية الله السيد علي البيهشتي وآية الله الشيخ مرتضى البروجردي إلى السيد السستاني للإثنين وستين عاما ومع رحيل المرجعين السيد عبد الأعلى السبزواري والسيد محمد رضا القلبايغاني اتسعت رقعة مقلديه بشكل أوسع وشعرت السلطة بضرورة فصل مرجع النجف الجديد عن الجماهير فأغلقت مسجد الخضراء بالقوة وبوفاة المرجعين الشيخ محمد علي الآراكي والسيد محمد الروحاني أصبح بقية أسلاف العلم السيد السستاني مرجع الطائفة وزعيم الشيعة في العالم في العام التالي كانت للنظام عدة مخططات للقضاء عليه كما كشفت وثائق جهاز المخابرات فيما بعد ونفذ أحدها بمحاولة اغتيال راح ضحيتها أحد العاملين في مكتب السيد وكما حصل مع أستاذه الخوئي فقد اقترح عليه بعض المحبين أن يغادر العراق وكان الجواب هو الجواب مصيرنا من مصير العراق وهكذا بقي رهين داره حتى سقوط النظام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر